السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمصدر دعوني في البداية أن أتقدم الشكر والتقدير لكل الهيئات الداعنة لهذا المشروع الهادف سوراك والداعن إلى تعيق التعارف والحوار بين الحضارات والأليان وأخص بك البروفيسور بون هيك جسر المحدة بين الجسور العالم وكذلك جسر السلام والذي جعلنا وعلنا كيف نعرف هذا الجسر دون أن نخشى الحواجس إذن أنا أتمنى جميع أن تكون سوراة ممكن وكذلك أن هذا البروفيس أعلمنا كيف نعرف الجسر كيف نعرف الحواجس جسر المستاذ جورش وكذلك الجرانت وكذلك جوش والمستاذ المحبوبة ميس فاطم وممتل المراكز والمنظمات والهيئات الحاضرين معا والذين تقاصمنا معهم التجرب والخبرات من أجل مد جسور التواصل والتعرف So she's grateful for all the people she met professors, friends because of their willingness to meet with us they allowed us to cross bridges and boundaries So she says it's God's will to create humans different different in their culture and their color and in their race and in their beliefs and this difference is going to be with us till the end of time لكن الاختلاف بهذا النعنى لا يقتضي الصراع والنزاع والشقاق بل يقتضي التعارف المثي إلى العمران البشر But this difference is not a call for us to struggle or to have conflict In fact this difference in humans is what allows us to build up the world to make it prosper عن طريق تنبيع الإنتاج الإنساني والسعيد إلى بناء المجتمع الإنساني الواحد والارتقاء بالقصرة الإنسانية So in this way we can build a single human family عن طريق إعمار الأرض والقيام بأمانة الاستخلاف التي دعان إليها دين الحنيف وواليا منا في مركز الحكمة وأن نمتنه هلا ككاتبة عامة لهذا المركز فنحن نعيب تماما أن العالم اليوم يعرف حراك غير مصبوق So she's very aware and this is something that me and America don't always grasp but she's aware that her region is up in flames and it's so obvious now we need to know one another فالعالمي يعرف اليوم حراك غير مسبوق بين الحضارات وبين الأجناس والأعراق والديادات تغرز معه إلى حد ما الاختلافات والتناقضات الفكرية والسياسية والتقافية والاجتماعية We see all these conflicts today that are the results of poor understanding of the meaning of difference So the world has misinterpreted what the purpose of difference is and as a result of not understanding the purpose of difference we're losing our humanity The thing that is what we are getting from is as a people and willing to work especially in this context So right We do it or we talk about the means of the difference and the difference and the difference by the difference by the difference by the difference نحن نقررها مجال لحظة مجحلة و التعصب والتضرف والعرف لذلك نحن نحن نفق ممتازين لتعصب الانتخاب لتعصب الانتخاب أساناً سيكون تدعى للعبارات لقد أطلق مركز الحكمة ومبادرة لتنا أجهدا مور والتي يقودها مجموعة من الشباب والشباب طبعاً الهدفهم هو التعرف على خبرات مختلفة وعلى ذلك تباغل الخبرات والتجارك كما يتوصلون مع المختلفين عنهم ثقافياً ودينياً وعلى ذلك حكيمة هي المسؤولة للجميع في مراقب يسمى المسؤولة للجميع التي تحاول أن تفعل هذه الأشياء لتحاول الناس في مراقب في مراقب إلى تحاول الناس من أخرى ومن هذا المنظر أقول لكم نحن مستعدون وعلى استعداد أن نطلق مبادرة تالية وهي مواطنون بلا حدود ومن هذا الهدف المصرح قريب يتسلمون جميعنا ف blatتعرفية فيها هي النوة تتعرفنا جميعنا هي هي محلة مبادرة تالية لما ياتفان بلا حدود نحن نعرف أن التحدي كبير وأن الطريق ليست مخلوش بالورود هذه العمدة التي تعتقدها لها قبل سوقاً وقبلها لها أنها تتكلم لها وإنها هي مفترضة أكثر من هذا وهذا مبادئ أكثر من الوصف وأن الطريق ليست مخلوش بالورود إن العالم اليوم انتقل من مرحلة بناء الحضارات المختلفة المتعارضة إلى بناء الحضارة الواحدة المشتركة التي تزنع في باخلها تلوعاً واختلافاً So the world has moved from a time where we were divided in civilizations east-west but we now have to move in a direction where we realize we're a single human civilization مما يعني أن الإيمان باستمرار الحضارة الإنسانية قائم بالضرورة لا لحظ وقادم كذلك على تدبير هذا التنوع من خلال ترسيخ ثقافة تدبير الاختلاف The only way for a human civilization really to move forward in this moment in history is for us to understand how to manage this diversity So she is now beckoning all people who want to call to to give new life to the human conscience الذي يسعى إلى توطيذ قيم التعايش والتساكل باستثمار إيجابيات التنوع والاختلاف Because the human conscience will understand the good of coexistence amidst our diversity and differences So this tyrannical individualism that makes everyone think their culture is the only way that's leading to destruction And it can lead to conflict and fighting between different religious groups وكثرة لكم لقد قضينا وقتاً ممتعاً ومعكم تواصلنا وتحاولنا ورغم باختلاف فإننا استطعنا أن نتجاوز حواجزنا التبقى وأحسسنا أننا واحد فادعوكم إلى الأمان إلى الآن. شكرا. هذه الكلمة أتارتني عبارة. ولكن عندما كنت عن عبارات هي. ولكن لا أحفظها كثيرا. ولكن واحدة منها أتارتني وهي يتحدث. 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 شكرا.